في سياق مشروع التوأم المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من البرلمانات الأوروبية تم بالرباط اطلاق مشروع التوأم المؤسساتية بين مجلس النواب واتلاف مكون من كل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي وقد جرت مراسيم اطلاق هذه التوأمة بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العالمي والنائب الأولى لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيسة مجلس النواب البلجيكي ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الشيكي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وسفراء أوروبيين معتمدين بالرباط ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإسهام في تجويد منجزات مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية وفقا لمبدأ التشاور حول الأهداف المتفق عليها بين المغرب والاتحاد الأوروبي أهم في هذا التوأمة طبيعة الحال الاستمرار في الاشتغال على المشروع القديم لكن الأهم في جزء العناصر الأساسية بالنسبة لنا جديدة لخصنا ندعمها هو الاستفادة من التجربة البلجيكية في الترجمة للغاية الموضوع الثاني وهو مشترك هو وضع المرأة في داخل البرلمانات وفي تحمل المسؤوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إن إطلاق هذا المشروع يعد حدثا مهما بالنسبة للمؤسستين التشريعيتين بالبلدين ونحن نشيد بالتطور الذي عرفته التجربة البرلمانية المغربية لسيما بعد دستور 2011 الذي نص على تأزيز سلاحيات البرلمان في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية الجمعية الوطنية الفرنسية ستستفيد بدورها من هذه الشراكة من خلال المشاركة في الملتقيات ذات الطبع الدولي التي تحتضنها الرباط وأضافت فاليري رابو أن الجمعية الوطنية الفرنسية وبرلمانات الدول الشريكة الأخرى ستضع تجاربها وخبراتها رهن إشارة مجلس النواب من جانب آخر أبرزت رئيسة مجلس النواب البلجيكي أن التعاون وتبادل الخبرات التجارب بين البلدان يعتبر السبيل الأفضل لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي مؤكدة على الدور الأساسي والمحوري الذي تطلع به البرلمانات في صون الحقوق الديمقراطية كما أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الاتحاد يولي مشاريع التوأم المؤسساتي الاستراتيجية أهمية كبرى منوهة بالإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في البناء على ما تم تحقيقه من تراكم منذ التوأم الأولى في عام 2016 اشتركوا في القناة